النهاردة هنتعلم ازاي نعمل لوجو رسمي بطريقة بسيطة وسهلة في Adobe Illustrator فما تنساش تعمل لغاية وشير للحلقة وسبسكرايب في القناة ويلا بينا نشوف ازاي نقدر نعمل النهاردة اول حاجة هنعملها لنهنا هنرسم الوش فانا هجيب هرسم بالشكل ده ومن النقط بتاعة دي هضمها للنهاية هلغي وبعد كده هعمل من ده بالت واشد كده وقرب شوية هو ده هتكون شكل الوش بتاعي تمام فانا هزبطوا بالشكل اللي انا عايزه انا تمام الدنيا كده بالنسبة لي هعمل عليهم وهجيب وبالت كده واشد الناحية ده عشان اقص ده والنفس القصة الناحية دي كده وبعد كده هجيب هدوس هنا كده هجيب ههيات هاجي هنا عند النقطة دي وهدوس مرة وعند النقطة دي كمان هدوس مرة وهقف فوق كده وهعمل عشان يزهر لي الشكل النهائي ده اكبر الشكل بتاعي زي ما انا عايزه صغروا شوية اضخ النص كده بتاقل بتاعك مالي اوالي اكون اربعة بيكسل واحد من راوند كاب وكورنر طم شوية الشكل بتاعك اعتقد كده كويس ومناسب بعدين هجيب بالطريقة دي هسبته على الاحرف بتاعت الشكل ده كده وخلي الطول بتاعه يناسبك بالطول اللي يناسب يعني تمام وصغروا كمان شوية كده وقلل من فوق شوية كده ده المفروض هيكون الشهر فانا هعمله راوند بالطريقة دي بعدين هبدأ ان انا منعمل من اوبجيكت باس اوفيت باس واعمل الشكل بتاعك انا ممكن اخليها مثلا اتناشر كفاية نجرب خمستاشر كده نجرب خمستاشر كدير انا خليها اتناشر ده بالنسبة لي انت اثبت الرقم زي ما الكنفس بتاعك هيكون مناسب لي اقرر الموضوع ده كزا مره تمام كده بعدين هاجي هنا اه بالسيزر كده وهاجي عند الجزء ده كده من هنضي النقط دي بعدين هعمل على الجزء اللي تحت ده كله بعمله عشان يبقى بالشكل ده كمان هنعمل اي تاني برضو بالسيزر طول هاجي هنا واقص من هنا ومن هنا وتاني هنا وهنا وهاجي هنا برضو واقص وهبدأ ان انا اقصص اشيل بقى ايه الجزء ده كده 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 هواسابل الشعر من تحت واصهولم بس من ناحية الوش كده اجيب بعد كده الديركت سليكشن تول واعمل سليكت على الاطراف دي وبالسيزر من تحت كده هطولهم ابدأ اضبط الاشكال اضط بعضها بالزبط بالطريقة دي كده وبعد كده هنبدأ نرسم الاشكال بتاعتنا او شكل الوش بالزبط هجيب الاركتول هرسم بشفت كده وادوس عشان يعمل هالي مستوية بقلبها دي كده مسلا الحاجب الاولاني واعمل منه نسخة ثانية هنا اصود الناحية الثانية دي كده هابدأ ارسم المناخير بالشكل ده كده هجيب الاركتول مرة تانية وهبدأ اننا نرسم واحد بشفت كده واعكسه بالطريقة دي عشان دايب العين وعمل منه دوبليكيت الناحية التانية بالنسبة للبق هجيب البردو البينتول وهرسم خط مستقيم كده بالشكل ده سنتره في النص بس وعمل دوبليكيت منه وصغره تحت يب شوية كده وبالشكل دي عمل لو اهجيب مرة تانية وهرسم هنا خط كده وبالشكل ده اعمل له نص دايرة كده ده كأن اللي هي الرقبة واعمل منها لو ما انتش عايز تكلف نفسك وترسل مرة تانية فحرك هننهيه التانية بالشكل ده بعد كده هتعمل برضو كم دايرة بالشكل ده عشان ده كأنه يبقى عقد كده ومن نفس القصة بالزبط بس هنصغر طبعا هنا نخليها تمانية مسلا اعتقد كده مناسب بس نطولهم بالشكل ده كده شوية تمام وقف على اخر واحد كبير وبعدين برضو هتكرر القصة بالشكل ده اعمل عليهم هتجيب برضو سيزر طول ونفس اللي انت عملته هناك هتعمله هنا اشتركوا في القناة تمام كده بعدين هتيجي بالسيزر طول بقى بتعمل ايه تقطعيات في الشعر عليكم منسا بالشكل بس خلي التقطيع بتاعتك تبقى صغيرة تعمل خطين صغيرين تيجي هنا تقطع الحتة دي كده كل فترة تجي عمل الجزء ده كده اهوت اشتركوا في القناة بالشكل ده كده كده كله تمام لو انت عايز تزبط في حاجة زبطها لو كله تمام يبقى كده كله خلاص بالطريقة دي عايز تعمل تزود اي حاجة هنا وردة بقى واي شكل زي كده تقدر انك انت تعملو هنعملها بس عشان نكبر براحتنا بالطريقة دي بتعمل منها نسخة ده مش لقيم بقى نرسم ايه حاجة زي اه ورقة اه شجر مسلا كوبي الشكل ده تعملهم مع بعض كليكي من تختار جوين وتجيب تجيب اللاين سيجمان وتعمل اللاين والشكل ده والاينات بالعرض بقى عشان خاطر تديك ايه اه شكل كده زريف بطريقة دي كده تعملهم في جروب وهاتا هنا من اللاكسي بانده بردو شكرا لكم وبعد كده حضرتك بقى اعمل كمان مرة وبعد كده تقدر تختار اللون اللي انت حبه وليكن نخليه دهبي مثلا للشكل ده وده كده يبقى اللجو بتاعك كله انتهى وخلص كده انت عندك اوقت ده الشكلين الاسود المتلون تقدر انك انت تستخدمهم بقى كالوجو او كاي رسم مثلا او بالشكل ده لو عايز تعدل فيهم تقدر انك انت تعدل فيهم براحتك عايز تزبطهم اكتر تزبط لو انت عندك بكرة تانية تقدر انك انت تعملها انا بس بوسط لك الفكرة اتمنى الدرس الناقضة يكون اعجبكم انكم تكونوا استفادتوا حاجة جديدة لا اعجبكم اشتركوا في القناة متنسوا اشتفاء القرص الانبيهات كان معكم حزم صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته